من موسكو قبائل حسين الكاتب والباحث السياسي أهلا بك معنا في هذه النشرة سيد حسين كيف تتحدث عن استهدافها بنجاح قيادات عليا رفيعة في البحرية الروسية هل موسكو تؤكد ذلك؟ مسهر خير لكم ولمشاهدكم الكرام استهداف المقر لا غبر عليه حتى روسيا أو حاكم القرم اعترف بهذا وقال أن مقر أسطول البحر الأسود تعرض لقصف أوكراني وأحد السواريخ سقطت شضاياه على المدينة وحتى كانت في حديقة تم إغلاقها بالكامل حتى تخلص من أي مشاكل إذا كانت فيه سواريخ لم تنفجر كانت إغلاق هذه الحديقة حتى تمت تمشيط هذه الحديقة والتخلص منها وعادت فتحها وحتى غلق جسر القرم مؤقتا لمقافة من هجمات أخرى هذه الهجمات أوكرانيا تعرف جيدا أنها لا تحقق أهداف كثيرة لكنها هي بالطبع تختار أوكرانيا هذه المناطق الحساسة التي لها لدى روسيا ميزة أو اعتبار استهداف الأسطول البحر الأسود مقر الذي يقوم بجزء كبير من العملية العسكرية في أوكرانيا يعني كل المهام الكبيرة توكل لهذا المقر يعني أوكرانيا باستطاعاتها استهداف هذا المقر هي تريد أن تقول إنها بإمكانها الوصول إلى أي نقطة تريد كما تحدثت في السابق عندما استهدفت الكريملل ولا لما استهدفت مبنى موسكو سيتي يعني هذه المناطق واستهداف جسر القرم يعني أوكرانيا تستهدف هذه المناطق التي تعتبر أنها لدى روسيا هذه المناطق لها أهمية كبيرة لكن إن كانت هذه هي الرسالة الأوكرانية بالفعل سيد حسين إن كانت بالفعل هذه هي الرسالة الأوكرانية من وراء استهداف هذا المقر الحساس في سيفاستوبول هذا يعني بأن كيف قوة لا يستهان بها مثل ما تشعرنا موسكو لا يمكن الحديث أن أوكرانيا لحالها الحديث يدور عن الغرب الجماعي الحديث الآن لا يدور فقط عن قوات أوكرانيا التي لا يمكن الاستهان بها الحديث الآن يدور عن السواريخ التي استخدمت سواريخ الآن نتحدث عن سواريخ ستورمشادو وهيمارس والحديث عن سواريخ أخرى لأن حتى الدول الغربية قالتها بشكل واضح نحن لا نسلم سواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا ونمنعها من استخدامها لقصف الأراضي الروسية لكنها في نفس الوقت تقول نحن لا نعترف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية أي هذا يعني أنها تعطي الضوء الأخضر لقصف هذه المنشآت بهذا نحن الآن لا نتحدث عن قوة أوكرانيا كأوكرانيا نحن نتحدث عن روسيا ضد الغرب الجماعي أو الناتو هذا هو الحديث لماذا نقول أن روسيا بقواتها استطاعت التصدي لهذا الغرب الجماعي والناتو لأن الحديث الآن من المستحيل أي عاقل يصدق هذا الكلام أن أوكرانيا التي هي في المركز الثاني والعشرين حسب الإحصائيات في ترتيب الجيوش يمكنها الوقوف في وجه جيش رقم اثنين في العالم يعني هذه كلها يعني يصعب تصديقها طيب لكن هناك مسألة أخرى لا أعرف هل يصعب تصديقها بالنسبة لك أم لا السلطات الأوكرانية تقول بأنها زامنت هذا الهجوم على المقر العام للأسطول الروسي البحري في القرم لكي يستهدف اجتماع لقيادات البحرية الروسية وقالت بأنها نجحت بالفعل في إصابة عدد من الجنرالات رفيعية المستوى إما قتلوا وإما أصيبوا هل هذا يعني بأن هذا المقر مخترق من قبل كيف؟ لا أعتقد لحد الآن لا أعتقد أن هذه الرواية صحيحة لأن حتى الآن التصريحات الروسية يمكن لو كان لهذا الحديث صحيح يمكن الرواية الروسية تتحدث عن إصابات أو قتلى بشكل عام لا تتحدث عن قيادات أو شيء لكن لا يمكن للقيادة الروسية أن تنفي بتاتا وتتحدث عن فقط في البداية قالت إصابة وبعدين قالت فقدان جندي واحد يعني الآن هذا هو الخلل لأن إذا كانت صحيح أن هذه الضربة استهدفت تجمع وفيه قتلى كثير وجرحة لا أعتقد أن روسيا تنفي بتاتا هذه الأعداد من الضحايا لما استهدفت بداية الأحداث لما استهدفت تطراد موسكفا تحدثت روسيا أنه فيه جرحة وفيه قتلى لكن في النهاية أعطت الحصيلة النهائية أما في هذا الحدث لا أعتقد أن روسيا ستنفي مباشرة سقوط قتلى أو جرحة كثير وتتحدث عن شخص واحد يعني استبعد هذه الرواية طيب لكن هذا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة هو الثاني من قبل كيف على نفس المقر في أقل من عشرة أيام لماذا تفشل موسكو أو هكذا يبدو في صد هذه الهجمات الأوكرانية الآن الحديث عن شبه جزيرة القرم هي بشكل أحداث فيه الآن المسيرات والسواريخ بشكل يومي الآن أصبحت بشكل يومي الدفاعات الروسية تتصدى لهذه السواريخ والمسيرات وتبقى هذه الأنظمة لكن يبدو بأنها لا تقوم بعملها بشكل كامل سيد قبائل هذه الدفاعات الروسية لحد الآن لا يوجد أي منظومة في العالم تقوم بعملها بمئة في المئة يعني الآن لما تكون المنظومة تتعرض لتتصدى لثلاثين مسيرة أو أكثر بعدين سواريخ بشكل دوري يمكن أن يأتي خلل وتخترق هذه المنظومة لأن كما أقول لحد الآن لا يوجد منظومة تستطيع التصدي لهذه السواريخ بمئة في المئة كل منظومة لديها نسبة نجاح في التصدي لحد الآن لا يمكن التصدي كانوا يتحدثون عن القبة الحديدية كانوا يتحدثون عن باتريوت لكنها كلها ظهرت أنها لديها نقاط وفي بعض الأحيان اخترقت لأن المنظومة لما تنهك أو تتصدى لأعداد كثيرة من العمليات يسهل أن تخترق يعني طيب إذا ما تكرر استهداف هذا المقر من قبل كييف إذا ما دمر هذا المقر على سبيل المثال كيف سوف يؤثر ذلك على مجريات المعارك بين الطرفين هذا الطرح من المستبعد أن يتحقق على الميدان لأن إذا تحدثنا منذ بداية الهجوم المضاد في شهر يونيو وهذه الزوارق المسيرة والمسيرات تستهدف هذه المنطقة يعني شبه جزيرة القرم في العقيدة الأوكرانية هي أراضي روسية وحتى بدعم الغرب الذي لا يعترف بهذه الجمهورية كأنها تنطوي ضمن قوام روسيا الاتحادية منذ يونيو والهجمات المضاد المهجمات الكثيفة بالمسيرات أو الزوارق المسيرة المفخخات لم تستطع اختراق هذه لكن نحن نتحدث عن هجوم صاروخي استهدف المقر العسكري للأسطور البحري سيد قبائل نحن لا نتحدث عن هجوم بالمسيرات وإنما هجوم صاروخي باعتراف الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول إذا ما تم استهداف المقر بصواريخ ربما سلمت من الغرب لكييف هل من الوارد أن يتم تدمير هذا المقر ولو جزئيا بحيث يتم تحيده من الخدمة لا أعتقد كما قلت كما عملت القوات الأوكرانية حول استهداف جسر القرم منذ عام 2014 وهي تحاول منذ تجسيد هذا الجسر والنهاية من تجسيده وهي تحاول تدميره لم تستطع حتى تدمير الجيش ولا أتصور أن هذه القوات بإمكانها أن تدمر أسطول وهو الأسطول يمكن أن نقول الرقم واحد في الأسطيل الروسية يعني هو المزود بأحدث الأسلحة وأحدث الغواصات النووية لا يمكن الحديث عن تدمير هذا الأسطول يعني المقر أصيب بصاروخ نعم لكن لا أعتقد أن لأن القوات الأوكرانية إذا عرفت أنها بإمكانها أن تصل إلى هذه النتيجة لا أعتقد أنها كانت عملت كل شيء منذ البداية لأن هذا الأسطول كما قلت هو تقريبا 80% من العمل العسكرية توكل لهذا الأسطول شكرا لكم من موسكو وقبائل حسين الكاتب والباحث السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر